مسئلة أنه في أشياء ما لهذا مدو الجنسي مع ذلك يعاقب عليها عقوبة المتحرش مثل المعاكسات العادية التي تحصل أحيانا في الأسواق وفي غيرها يقول لك والله هذه ما لها مدو الجنسي أنا عطيت رقمي كتبت رقمي أنا كلمت فتاة معينة أو هي كلمت أو أي أن يكون ما في مدو الجنسي ردك على هذا من خلال المادة مثل ما ذكرت في مسألة الوقائع والملبسات وسبب إعطاء هذا الرقم سبب إرسال بعض العبارات بعض الصور بعض الرموز التعبيرية كذلك فأكيد أنها ما أتت هكذا مباشرة لا بد أن لها أحداث قبل وأثناء وبعد فهنا يأتي دور جهات الضبط والاستدلال في هذه المرحلة لأنها الدعوة أول ما تبدأ في مسألة شكوى أو بلاغ يكون سماع قوال في جهة الضبط ثم بعدها ينتقل إلى النيابة العامة ثم بعدها كذلك يعرض على المحكمة فإجراءات طويلة عديدة جدا حتى يتأكد من هذا الأمر وأنها فعلا أنها مسألة الإطاء الرقم يعني إذا كان رجل تجاه مرأة أو رجل كبير تجاه طفل ما دون الثمنطعش سنة فما هو السبب في مسألة أنك تعطيها أو تعطيها رقمك الملابسات اللي قبلوا بعد وأثناء والتفاصيل هذه كلها يطلع عليها وكلها تعرف المقصود أنه قد تكون ذات مدلول جنسي بما تقول إليه نعم لأن مسألة أنها قد تمس عرضه أو جسده أو حياءه كذلك حتى الحياء أنك تعطي رقم جوالك إلى امرأة قطعا أنها يمس حياءها ويخدش حياءها كذلك والشريعة جاءت على حفظ الضرورات الخمسون من ضمنها مسألة العرض وهذه ما اتفقت حتى عليه الأديان السماوية كلها جميل جميل وهذا سيأتينا أيضا بعدين أنه بعضهم أحيانا يستغل هذا الأمر أو يستغل هذا النظام في أنه يرفع دعاوة كيدية من خلال هذا النظام وهو سيعاقب فيما بعد وسيأتينا هذا الكلام لأنه حصلت أحداث وسؤلنا كثيرا عن ذلك سنتطرق لها إن شاء الله المادة الثانية تكلمنا عنها وهو هدف هذا النظام بشكل عام ودنا ننتقل للمادة الثالثة لو تطلع أمامنا على الشاشة اللي هو لا يحول